أنا بس عايزة كمان عشان منساش أقف لحظة عند أوليفي جيرو لما تيجي تتكلم كده وتشوف بعض النماذج اللي بتشارك لبعض الرياضيين العالميين يعني المتابعة تحديداً لحكاية بقى الجيرو من البداية حيشوف كل حاجة عظيمة فعلاً في قرة القدم متمثلة في هذا اللاعب يعني جيرو عنده أولاً 37 سنة يعني هو إلى حد ما في سن قرة القدم هو كبير على أنه هو كمان يسجل أهداف كتيرة ومؤثرة في أكبر بطولة في العالم يعني محدش من اللاعبين بتهيالي على مر التاريخ وصل للمرحلة العمرية دي وسجل العدد ده من الأهداف في المونديال باستثناء لو هنتكلم بقى بلغة برضو الأسماء هنا طبعاً الكاميروني روجي ميلا ده كان في مونديال 90 و94 لو أنا برضو متتكرة لكن ميلا كان برضو حدث وقتل أن ميلا كان أكبر ميلا تقريباً كان 40 سنة برضو لأنا معلوماتي صحة تقريباً كان 40 مش أكبر من كده برضو سن كبير جداً وتاني حاجة برضو طول مشوار جيرو في الملاعب سؤال متكلم بقى على المونتليه في الدوري الفرنسي أو أرسنل أو تشالسي في الدوري الإنجليزي كان بيواجه انتقادات لو حضراتكم فاكرين كتير قوي ما عرفش ليه الناس كانت دايماً تنتقدوا الرياضيين الإعلاميين كانوا دايماً بينتقدوه يقول لك أنه هو مهاجم مش مهاري مع أنه هو أصلاً لحضراتكم رجعته لسجله معظم أهدافه أصلاً كانت ملعوبة بشكل مهاري جداً كان بيواجه انتقادات برضو أنه هو مش مؤثر فيه أو مش مؤثر مع أنه هو برضو كان معظم أهدافه يعني حسمت أو حسمت ألقاب تشالسي منها كبان دوري أبطال أوروبا عشرين واحد وعشرين ده اللي هو من سنة فكبان هدفه التاريخي في مارما أتلاتكم مدريد للغاية مراح ميلان سنة برضو عشرين واحد وعشرين يعني من سنة تحديد هو عنده كان ستة وثلاثين سنة وقرر وقتها باولو مالدين طبعاً الأسطورة الإيطالية إيسي ميلان طبعاً لحضراتكم فاكرين المدير الرياضي وقتها أنه هو يضم ويراهن عليه زي مراهن برضو قبل كده على إبراهام يوفيتش الأكبر منه تقريباً 3-4 سنين حاجة زي كده وكانت النتيجة برضو أن يجيرو صاحب 37 سنة زي ما بقول لحضراتكم بيقود الميلان وقتها عشان يفوز بالدوري بعد غياب تقريباً كان 11 سنة ويسجل 11 هدف منهم 4 هدف يعني بـ 12 نقطة ووضعت ده وقتها ميلان بطل للدوري يعني حضراتكم متخيلين لو كان بقى رجعنا كده لجيرو زمان أو جيرو من 15 سنة لو كان سمع لكلام الناس اللي عملت تقوله إنك مهاجم ضعيف وإن أنت واصل لمكانة يعني مش بتاعتك وحاجات زي كده هل كان وصل لللي هو فيه أعتقد لا فالواحد لازم يأمن بنفسه بشكل كبير جداً مش مهم مين اللي بيقول إيه عليه أبداً بينافس هنا جيرو مي بابي اللي هو أصغر منه بـ 12 سنة ده غير كمان إنه هو أصبح الهدف التاريخي لفرنسا بعد تخطيه لرقم هنري صاحب 51 هدف بعد تسجيله 52 هدف مع المنتخب الفرنسي ده بتتكلم حد هذه اللحظة فأنا بحب جداً أتكلم عن النماذج يعني النكحة النماذج اللي بيبقى وراها قصة كفاح وبتؤمن بنفسها وبتوصل اللي هي عزاية رغم الانتقادات رغم كل الصعوبات اللي بتواجهها رغم الناس اللي بتحبتك وانت ماشي في طريقك كل ده بتقابلك كلنا على كل المستويات طالما انت مركز في طريقك طالما انت مركز في هدفك كل ده بالنسبة لك ولا موجود انت مستمحهم ولا شايفهم فده نموذج محترم كان لازم بصراحة نحن نبروز يعني هذا اللاعب نبروز كمان كل اللاعبين وراهم حكاية ورا قصة تجحهم حكاية